حمد الداوي كريستو جه بشكل كبير جدا في الفترة التوقف دي لكن للأسف برضو هنفتقد جهوده في ماتش الشباب بلو الزاد لأنه تعرض لماتش الجمعة اللي جاية يعني لأنه تعرض لشد خفيف في العضلة الخلفية الوقتين الأهم أو اللي أكد لحضراتكم على مشاركته وأعتقد أن هم برضو واحد اتنين من مكاسب الفترة التوقف دي هم ريدا سليم ورقة من الأوراق المهمة جدا هجومية للنادي الأهلي وجاهز بشكل كامل للظهور في مباراة شباب بلو الزاد وأطمينكم كمان على إمام عشور اللي إن شاء الله بشكل أو بنسبة كبيرة جدا هيشارك أساسيا عبد المنعم برضو بيغيب ديانج خلينا نقول لسه مازالت الأمور أنا عندي معنوة ولكنها مش مؤكدة يعني بداية مش مؤكدة مش هقولها خلينا نقول إن قال لي ديانج 50-50 احتمالية مشاركته أو جاهزيته لماتش شباب بلو الزاد خلينا نقول إنها 50-50 إن شاء الله في مباراة الجمعة اللي جاية ونتمنى إن شاء الله واحدة من الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة ماتش شباب بلو الزاد وخصوصا كمان إن احنا هنسمع وجهة نظر الأشقاء في الجزائر في المباراة المنتظرة للفرقتين الحقيقة ماتش مهم جدا زي ما هم مهم لينا مهم الحفاظ على صدارة ويصدر شوية التوتر للمنافسين لأنه موقف المجموعة للأربع فرق الأربع قريبين جدا الأهلي خمسة ينجي أفريكنز خمسة بس مباراة زيادة وراهم شباب بلو الزاد أربع نقاط ووراهم ميدياما الغاني بأربع نقاط بس طبعا ميدياما وينجي أفريكنز لعبين مباراة زيادة فوز الأهلي في ماتش الجمعة تقريبا تقريبا بالنسبة 90% يحسم التأهل يتأجل بس تأهل كأول أو كتاني المجموعة لكن يقربنا كثير جدا من ضمان فرصة التأهل للأدوار الإقصائية بالنسبة لشباب بلو الزاد خسارة المباراة هتصعب جدا من احتمال منافسته عشان كده ماتش صعب جدا في توقيت مش قلطة في حاجة يعني التوقيت بالنسبة لنا خدوا بالكم انت عندك لعيبة كتير جدا دولية لعيبة شاركة في أمم أفريقيا عندك قايمة الإصابات فيها عدد مش قليل وكلهم لعيبة أو أغلبهم لعيبة كان ليها دور أساسي ما قبل التأقف شباب بلو الزاد ما عندوش ده شاب بلو الزاد قاعد مستني على أرضه وسط جمهوره والسكوات بتاعه مريح بقاله فترة طويلة جدا فبيحضر المباراة دي من وقت بعيد بس ان شاء الله بإذن الله شايف انه الأهلي يقدر يقدم عرض قوي ويقدر ان شاء الله على أهل تقدير يرجع بنتيجة إيجابية اشتركوا في القناة